أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 ومنع انتشاره يتطلب تعاون جميع أبناء الوطن وتكاتفهم بما تقتضيه المصلحة الوطنية المشتركة مشيرا سموه إلى أهمية عزم جميع مكونات المجتمع من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي لمواصلة تضافر ما تبدله من جهود ضمن فريق البحرين الواحد بما يسم في الحفاظ على سلامة الجميع قال سموه إن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية نسعى للحفاظ عليها وما يمس مواطنا أو مقيما واحدا على أرض المملكة يمس الوطن بأكمله لذا واجب على الجميع تحمل مسؤولية الوطن المشتركة عبر اتباع تعليمات الحملة الوطنية لمكافعة فيروس كورونا كوفيد 19 والالتزام بالإجراءات الاحترازية وما تم اتخاذه والإعلان عنه من تدابير وقائية وفقا للمعايير الدولية جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع اللجنة التنسيقية بقسل الضيبية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين حيث اطلعت اللجنة على تقارير حول الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وخطط التعامل مع المرحلة القادمة منوها سموه إلى همية مواصلة تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الجهات المعنية وتكثيف كافة الجهود لسرعة التعامل مع أي تطورات محتملة بما يسم في التصدي لانتشار الفيروس في المملكة بما يتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وخلال الاجتماعات تم تقديم عرض تفصيلي من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جوفيد 19 برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وذلك في ضوء تأكيد إصابة المسافرين القادمين من إيران كما تم استعراد ما تم اتخاذه بمتابعة الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس بعد التأكد من نتائج التحليل والبدء في تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية والقيام بعزلهم في المراكز المخصصة بحسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها بجانب فحص من قاموا بمخلطتهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وكذلك موصلت تعزيز الوعي الصحي عبر مختلف الوسائل لتوعية وطمأنة المواطنين والمقيمين حول مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19